مرحبا نادم وحياكم الله في حلقة جديدة جوجل وبشكل مفاجئ وبكل صمت أنا نتعان النسخة الرسمية لأندرويد بي لكن للمطورين حتى الآن إيش معنى أندرويد بي هو التحديث الجديد اللي جاي لأندرويد رح يبدأ اسمه بحرف بي كالعادة رح يختارون أحد الحلويات اللي تبدأ بحرف بي وهذا رح يكون اسم النظام إلا الآن ما كشفوا عن اسم النظام طب إيش الشي الجديد في هذا النظام هذا اللي راح تكلم عنه بهذه الحلقة أول شيء بأنه هذا النظام دعم النتوء النوتش القطع الزائدة في الشاشة أي أن كان سميها مثل اللي موجودة فيه آيفون 10 تقريبا فراح تكون موجودة والسبب أنه أغلب شركات أندرويد هذه السنة شفنا وقوم يطلعون أجهزة فيها نوتش بالأعلى فبالتالي هذا يخلي جوجل تنجبرنا لازم تدعمها في النظام عشان ما تصير أي مشاكل مثل ما شفنا في جهاز T2 Pro كان فيه بعض المشاكل بكل أحوال الميزة اللي موجودة في النظام هنا أنت تقدر تختار شكلها وفعليا تدعم أكثر من شكل الشكل الكبير اللي نفس موجود فيه آيفون 10 أو حتى أشكال أصغر إلين توصل إلى الشكل اللي موجود فيه Essential مثلا سمعنا سابقا من خلال تسريبات بأنه جوجل راح تغير التصميم حق النظام إلى الآن ما وضح أن النظام تغير تصميمه لكن على الأقل اللي عرفناه هنا بأنه القائمة العلوية وبعض الشغلات البسيطة تغيرت في نظام كتصميم النظام أو التصميم الجديد أشوفه جميل شوي بالإضافة لذلك التنبيهات من أول جميلة في أندرويد الآن ياخي صارت مرة رهيبة قد نتكلم عن أن التنبيهات صار شكلها جميلة صار تدعم الصور المتحركة المنصقات الصور نفسها تطلع فيها وكذلك صار فيه ردود ذكية تلقائية موجودة تقدر تختار من بينها عشان ترد على رسالة أي أحد بشكل سريع أو تقدر أنك أنت تكتب الرد الخاص فيك اللي يعجب لكن ما أعرف إذا بي راح تدعم عربي أو لا أغرب خطوة سواتها جوجل في هذا النظام هو الأيقونات العلوية اللي هي واي فاي بلوتوث كل هذه الأشياء تعودنا بالأنظمة السابقة أما إذا ضغطت عليها بشكل مطول أو ضغطت على الكلمة اللي بأسفلها راح يعتبرك تختصار ينقلك إلى إعدادات مثلا إعدادات واي فاي أو إعدادات بلوتوث أو غيرها الآن بهذا التحديث جوجل كنسلتها صار لازم أنك تروح على تطبيق الإعدادات وتخش بالطريقة التلقائية العادية إلى مثلا إعدادات واي فاي أو بلوتوث أو أي شيء أنت تبغى الآن لا تزعل كثير في احتمال أنه تكون هذه الفكرة نهائية وفي احتمال أنها يرجعونها في النسخة النهائية للنظام كل شيء وارد من الشغلات الجديدة في النظام الآن أنه صار يدعم كامرتين طيب بتقول طيب كيف هي جهزة أندرويد سابقة كثيرة كانت تشتغل بكامرتين فعليا هذه الشركات غالبا هي نفسها تدعمها النظام الآن دائما إذا جاءوا دعم الخاصية بنفسها من جوجل دائما يكون الدعم أفضل الكامرتين الآن راح تكون مدعوما أنها تشتغل الثنتين مع بعض بنفس الوقت هذا شيء ممتاز جدا وهذا شيء يخليني أتسأل هل بيكسل ثري القادم راح يكون بكامرتين ربما الإكمال التلقائي في النظام حسنوا وشو الإكمال التلقائي هو أنه يحفظ الباسواردات الخاصة في إيكلي موجودة في الأبليكيشنز وكذا هذه الميزة موجودة من أول لكن الآن تحسنت هذا المفروض وهذه ترميزة يمكن تشوفناها بسيطة لكنها جدا صراعة مهمة كذلك من الشغلات الجديدة في هذا النظام هو أنه جوجل مسكت المطورين شوي يعني الآن مثلا الأبليكيشنز اللي موجودة الغير فعالة اللي موجودة بالخلفية منعتها جوجل من أنها تتوصل للكاميرا إلى المايك وبعض الشغلات الأخرى بضافة لذلك منعتها من بعض الواجهات البرمجية و جوجل تقول أنه نبهت المطورين بأنه احتمال أنه بعض الأبليكيشنز ما تشتغل الآن أنت لحظة لا تتحمس هذه ممكن ما تضرك لي لأنه الآن ما زالت نسخة تطويرية للمطورين فيمدي المطورين أنهم يحدثون الأبليكيشنز من هنا إلى النسخة الرسمية من هذا النظام فبالتالي احتمال كبير جدا أنك ما تلاحظوا أي مشكلة لكن جوجل نوعا ما قاعدت تشد على المطورين بالإضافة لذلك جوجل قالت بأنها راح ترسل تنبيهات للمستخدم العادي بأنه هذا الأبليكيشن أو التطبيق اللي أنت حملته هو فعليا مخصص لأنظمة أندرويد 4.2 فما أقدم فبالتالي هذه التنبيهات راح تخلي المستخدم يحس أنه في شيء غلط ويخاف وبالتالي هذا راح يجبر المطور في نهاية المطاف أنه يحدث تطبيقه أو حتى يحدثه هذه الأشياء الجديدة اللي عرفناها حاليا في النظام الشي اللي لازم تعرف بأنه هذه النسخة هي أولية ما زال ما كشف فيها كل شي فيه احتماله يكون فيه المزيد من المميزات اللي بتجي لكن ما أعلنوا عنها الآن وفي احتماله أنه ما يكون فيه فرق كبير بكل الأحوال ما زال فيه وقت حتى نشوف النسخة النهائية ونشوف الإسم وكل شي وللأسف أدري أن فيه ناس بيقولون يا أدم إحنا أصلا ما وصلنا أوريو عشان يجينا أندرويد بي أنا عارف يعني أوريو إلى اليوم ما بعد جاء إلا 1% من الأجهزة أندرويد لكن شنسوي نسخة أندرويد لازم تتحدث سنويا بالنهاية بكذا أنت هذا الفيديو أعطي لايك شاركه مع أصدقائك إذا عجبك ونشوفك في فيديو قادم مع السلامة